في الدنيا استاذة مونة هستأذنك نشتغل شوية في المناسك عشان احبابنا احبابنا اللي وعدناهم هنبتدي بقى يلا توكلنا على الله يلا جهزنا الشنطة هنبتدي نتحرك وجبنا العربية وابن عمي وابن خالتي وابن عمتي وابن خالتي وابن اخوية زعل علشان خطر ما رحش معايا فالقيا انها ربيد وابتديني المشاكل من قبل ما نطلع ما علينا يلا توكلنا على الله هنطلع نروح عند المطار في المطار لو احنا هنطلع من المطار على المدينة هنروح المدينة بهدومنا مش هنحرم في المطار لو احنا هيغدونا من المطار على المدينة ليه لان المدينة هنروح نزور سيدنا النبي فهنطلع بهدومنا لو احنا طلعين من المطار على جدة هنحرم في المطار ليه علشان خاطر الميقات بتاعنا هنعد عليه واخنا رجبين الطيارة هتيجي واحدة ستة تقول لي طب يا اخوية لو سمحت انا عندي العزر الشهري او عندي الدورة مش هحرم بقى خد بالك وانما اروح مكة لما اطهر احرم اقولك لا اكتر خيرك احرمي في المطار لانك لو دخلت مكة من غير ما تحرمي هتدفعي وتكيشي كده 500 ريال اللي هو الهادي لانك دخلت مكة قاصدة الحجة او الشعيرة دون ان تحرمي يبقى عليك مخالفة تدفعي 500 دينار 500 ريال امال انا اعمل ايه حضرتك هتحرمي حتى الحائط بتحرم من المطار لما بنوصل مكة الناس بتبتلي تعمل عمرة الا الحائط تفضل مستنية لغاية ما تطهر تعمل عمرتها لو هروح على المدينة هفضل بهدومي وبعد كده وانا اطلع من المدينة بياخدونا بالاوتوبيس نوصل عند حتة اسمها ابيار علي عند ابيار علي في مسجد بكون انا لابس لبس الاحرام الراجل بيبقى لابس الازار والاداء الست محرمة في ثوبها فيش مشكلة خالص بندخل مسجد ابيار علي نصلي مع بعض ركعتين سنة الاحرام ننزل نركب الايه الاوتوبيس مجرد ما احرمت حضرتك بقيت مش هتقص دغفرك مش هتقص شعرك مش هتحط برفان مش هتتكلم ببزيق الكلام نصيحة كده بقى من حد مجرب خليكم جنب بعض يعني متقولوش ايه اصلا ارفان منهم اصلا مش عارف ايه اه ما بحبش دول خليكم جنب بعض علشان الزحام خرجنا احرمنا رحنا مكة وصلنا مكة يا شيخ تعبنين جدا فاخدنا الشنط وحطناها في الفندق ووصلنا الساعة واحدة الضغر اتنين الضغر والشمس ايه ما اقولكش لازم دلوقت هون ننزل نعمل العمرة مش لازم يجوز ان حضرتك تقعد في الفندق ترتاح لو هتنام شوية المهم ان انت لو هتنام وهتتغطى ما تغطيش راسك ما تغطيش شعرك ما تغطيش راسك كده لان المحرم لا يغطي رأسه تنام وترتاح لغاية ما حرارة الجو تنكسر او انت حضرتك ترتاح وتنزل عند الحرم هنقول بقى تجيب وراء وقلم معايا وراء وقلم معايا بعد اذنك لما ندخل مكة الادعية اللي انا هقولها دي لو انت هتعرف تقولها هقولها ما عرفتش تقولها مفيش مشكلة ادعي باي حاجة دعاء دخول مكة يعني لما وانت راكت القدوس كده وقال لك احنا خلاص داخلين مكة في دعاء بنقول واحنا داخلين مكة اللهم هذا البلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وام طاعتك متبعا لامرك اسألك مسألة المضطر اليك المشفق من عذابك خائفا لعقوبتك ان تستقبلني بعفوك وان تتجاوز عني برحمتك وان تدخلني جنتك هنقول تاني دعاء دخول مكة لسه احنا ما وصلناش الحرم احنا قالولنا خلاص احنا في مكة هنقول وهقول بالراحة عشان نكتب بالراحتنا اللهم هذا البلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وام طاعتك متبعا لامرك اسألك مسألة المضطر اليك المشفق من عذابك خائفا لعقوبتك ان تستقبلني بعفوك وان تتجاوز عني برحمتك وان تدخلني جنتك نقولها مرة كمان بسرعة دعاء دخول مكة اللهم هذا البلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وام طاعتك متبعا لامرك اسألك مسألة المضطر اليك المشفق من عذابك خائفا لعقوبتك ان تستقبلني بعفوك وان تتجاوز عني برحمتك وان تدخلني جنتك دا كله طبعا وانت مش بتوقف تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سيبك بقى من حتة حجة يا حجة مشال قطيفة راح فين يا حجة راح ازور النبي محمد والكعبة الشريفة لا لبيك اللهم لبيك طول ما انت قاعد خلاص صالوا على سيدنا رسول الله دخلنا مكة دخلنا الفندق مش شرطة اول ما تخش الفندق بقى تجري جاري على الحرم عشان ما يجيلكش ضربة شمس او انت تعبان او معاك كبار في السن هترتاح يا جوز بقى ان انت واصل الفندق تعبان عايز تاخد حمام تستحمى او تغتسل دا جائز للمحرم هننزل نروح الحرم في ادب بقى في دخول الحرم وانت داخل متأدب كده باداب الحرم وداخل كده اول ما بصيت شفت الكعبة اللهم صلي على سيدنا رسول الله يا ربي صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفة والله كاين شايف الكعبة قدامي وانت داخل كده شايف الكعبة قدامك اللهم صلي على سيدنا رسول الله كاينها عروسة قدامك كاينك بتتزفر الكعبة او ما بتشوف الكعبة والله ما بتبقى حاسس مين قدامك ولا مين جنبك ولا مين وراك بتنسى كل حاجة كل اللي انت بتحاول تقنع نفسك به انا عند الكعبة انا في حرم الله انا في بيت الله اول ما بتدخل حضرتك عند الكعبة بعد دقيقة ديئتين تلاتة كده لما تفوق بقى وبقابلني لو فقت لانت بتبقى في دنيا غير الدنيا اول ما بتشوف الكعبة بتقول دعاء بقى رؤية الكعبة حضر يا استاذ مونة لحظات اللهم مزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة معاك مين يا ست مونة اتنى علينا شوية بقى ماشي اول ما بشوف الكعبة بقول اللهم معانا الورقة والان لسه زي ما هم يا الله اكتب اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وقلتاني اللهم ان البيت بيتك وان الحرم حرمك وان الامن امنك فاجعل دخولي فيه وقاية لي من النار هقول ده كمان اللهم ان البيت بيتك وان الحرم حرمك وان الامن امنك فاجعل دخولي فيه وقاية لي من النار وقل كمان اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ها هقول تاني اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم تمام يلا هنبتدي نعمل العمرة احنا لسه بقى مجاش يوم تمانية زي الحجة احنا وصلنا دلوقتي الحرم خمستاشر زي القعدة تمنتاشر زي القعدة واحد زي الحجة انا كده بعمل العمرة حضرتك هخش على الحرم هبتدي الطواف منين اولا هخلي الكعب على شمالي من يمت قلبي كده ايوة من حتة الجوانية دي الحلوة دي كده والكعب على شمالي هلاقي لندة خضرة اي ده دي قدامها الحجر الاسود لان الطواف بيبتدي من الحجر الاسود هخلي الحجر الاسود بمحاذاتي كده لو انا هقدر المس الحجر الاسود هلمسه بس مش هتقدروا تلمسه لان الحج بيبقى زحمة شوية هشور اليه واقول بسم الله الله اكبر وابتدي اطوف حوالين الكعبة خدوا بالكم عايز اعمل لكم رسمة كده لو تقربي معايا استاذة مونة بعد اذنك بعد اذنك قربيلي كده قدي الكعبة ها بانت الكعبة دي في حتة كده اسمها حجر سيدنا اسماعيل كده حوالين الكعبة حجر سيدنا اسماعيل تابع الكعبة يعني لازم تاخده معاك في الطوف وانت بالطوف لو واحد كده قال لك كما خرم التخليمة دي كده وخش من هنا اقصر لا يبقى انت كده الطوف بتاعك من الصح لازم تاخد الكعبة كلها تمام هتخلي الحجر الاسود على شمالك وارد جدا وانت بالطوف الدنيا زحم حد يخبطك في كتفك حد يزقك ما تسيبش الطوف وتقعد تتخانق خليك مشغول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطوف صلاة غير ان الله تبارك وتعالى اباح فيه الكلام حاجة المهمة اللي لازم نأكد عليها انك لازم وانت بالطوف بالبيت تكون متوضي تاني واحنا بالطوف بالبيت لازم نكون متوضيين لان دي صلاة لانها صلاة طب افرد يا شيخ وانا بطوف بالبيت انا عندي سكر انا حصل خرج مني ريح اعمل ايه بقوم قطع الطوف بتاعي هتقطع الطوف بتاعك وتخرج بسرعة تتوضى يا نهر ابيض يا شيخ ده انا كنت في الشط الخامس هعيد من اول وجديد لا هتعيد لو انت كملت الخامس هتكمل السادس لو انت ما كملتش الخامس هتبتدي في الخامس دي من باب رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا طيب هبتدي اطوف حولين الكعبة سبع اشواط يا جوز بقى وانا بطوف اني ادعي ربنا اني اقرى قرآن اني ادعي يولادي اني اتكلم بكلام مباح ماكنش واخد كده الحجة امي ولا خالتي ولا عمتي وشفت يا خالتي ابنك لما سلفت الفلوس ما رجهاش وسد فلان وما سدنيش شوف ولا ام ماشي مع ابنها شوف مراتك عملت لا احنا بنصلي بس يجوز ان احنا نتكلم عند اول ما تبتدي من الحجر الاسود وتلف وتجي عند الحجر الاسود تاني ادي شوط تشاور بسم الله الله اكبر والشوط التاني بسم الله الله اكبر والشوط التالت لغاية السابع الرجالة في الطواف بيعمل حاجة اسمها الاطباع يعني ايه الاطباع يعني بيطلع كده البشكير او الفوطة اللي هو لافي في نفسه بيها من تحت دراعه الايمن يبين دراعه الايمن زي ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ويسن انه في الاشواط الاولى يهرول يمد شوية الدنيا زحمة مش همد ومش هزوق اللي قدامي وخليك ماشي كده وطبعا كل ما تقرب من الكعبة كل ما المسافة تبقى أقل كل ما تبعد المسافة تزيد فإن قدرت تتقرب من الكعبة قرب ما قدرتش خلاص يعني برحتك قبلت الحجر الاسود قبله ما عرفتش تقبله وبعيد عنك بتشاوره بسم الله الله اكبر قربت منه يا شيخ بس ما حقتش اقبله حط ايدك عليه وقبل موضع يدك او الشال بتاعك او اي حاجة معاك وقبلها ده جائز كله وسيدنا عمر بن الخطاب وقف مرة قدام الحجر الاسود وكلمه قال له اعلم انك حجر لا تدر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله يفعله ذلك ما فعلت يعني شفت سيدنا النبي بيبوسك ما كنتش هبوسك طيب هو احنا ليه بنحب الكعبة كده وبنبوس الكعبة وبنبوس الحجر وبنحضن الكعبة وبنحط ايدينا على الكعبة قالوا فيما ورد من السنة ان الكعبة يوم القيامة تأتي كعروس مزينة يتعلق بها كل من اتاها تأخذهم الى الجنة عارفة عارفة مين جالها طيب خلصت التوفي بتاعي سبع اشواط سبعة يا شيخ والله وانا بطوف اصتلغبطت هو ده السادس ولا الخامس هاعتبره الخامس وكمل يعني كل ما تتلغبط خليك في الاقل حلو الكلام خلصت السبع اشواط بتوعي ربنا قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مقام ابراهيم هتلاقي كده مقام لونه دهبي بعيد عن الكعبة شوية بتقف وراء المقام عرفت تقف وراء المقام مباشرة كان بها بس مش هتعرف لان الزحمة تقف في الخط بتاع المقام طب انا الخط بتاع المقام زحمة صلي ركعتين سنة التوف في اي مكان في الحرم وبعد ما تصلي ركعتين تنزل على مية زمزم هتلاقي كده براميل او مبردات تقوم تقوم شارب من مية زمزم وتشرب منها حتى حد للطناع ايه للطناع انك تشرب لغاية ما تشبع تفضل تشرب تشرب لني السنة مقدرتش خلاص يشرب على تد طاطق وسبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء وزمزمة لما شرب لها تشرب من مية زمزم وتستقبل القبلة اللي هو قدام الكعبة كده بص للكعبة وتدعو الله بما شئت ربنا يشفيك ربنا يدخلك الجنة ربنا يغنيك ربنا يجوزك ربنا يشغالك ربنا يعمل معك اي حاجة انت نفسك فيها تكون مباحة شربنا وهدينا وارتوينا بنقوم طلعين على المسعى اللي هو السعي بين الصفة والماروة طبعا لان الاعداد بقى كبيرة بقى فيه طوابق فيه الدور الارضي واللي فوق والتالت يجوز ان انت تسعى في اي واحد من دول هتقوم طالع عند الصفة وتقول وتبص للكعبة وتقول ابدأوا مما بدأ الله به ان الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما وتبص للكعبة وتدعي وتبتدي تنزل من عند الصفة كأنك رايح للماروة وانت بتسعى تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وعلى كل شيء قدير لا اله الا الله وحده صدق وحده ونصر عبده واعز جلده وهزم الاحزاب وحده هنقول تاني اول انت هتبتدي السعي منين من الصفة هتوقف على الصفة تبتدي صفة وكأنك رايح للماروة بس قبل ما تبتدي السعي تبص للكعبة تقول ابدأوا بما بدأ الله به ان الصفة والمروة من شعائر الله وبعدين تبتدي تتحرك وانت بتسعى بتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده وتذكر ربنا سبحانه وتعالى على قد منت قادر وانت بتسعى معا لشة باعا الكاميرا معنا تاني اللهم صلي على سيدنا رسول الله كأنك هناك عشان ما تتلغبطش ادي ايه اللهم صلي على رسول الله ادي الصفة فوق اهو وانت نازل من الصفة معايا حضرتك اهو وانت نازل من الصفة هتيجي هنا هتلاقي لندة خضرة من وراء وهنا لندة خضرة من وراء دول بنسميهم الميلين الاخضرين ما لهم دول الرجالة وهم بيسعوا بيجوا عند الميلين الاخضرين دول وهم بيقوا ماشين عادي هنا يجوا هنا يبتدوا يهرولوا يجروا 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 لغاية ما توصل عند اللندة الخضرة التانية المنورة دي وتبتدي تمشي براحتك الستات ما يعملوش كده الرجالة بس هم اللي يعملوا طب انا بعمل ده ليه لان السيدة هجر وهي كانت بتسعى بين الصفة والمروة تبحث عن الماء كانت بتيجى عند المنطقة دي وتبتدي يتهرول فانا بستعيد هذا الكفاح وهذا السعي في البحث عن الماء لان انا ببحث عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى هبتدي من الصفة واروح للمروة كده بقى شوط يعني من الصفة للمروة شوط بعض الناس يفكروا انك تروح للصفة من الصفة للمروة من المروة للصفة ده شوط لا من الصفة للمروة شوط وتطلع على المروة وتبص للكعبة وتقول بسم الله الله أكبر وتدعي ربنا وتنزل تروح للصفة تاني من الصفة للمروة شوط ومن المروة للصفة شوط بتبتدي صفة تنتهي مروة كده حضرتك خلصت العمرة طيب انا لسه محرم اعمل ايه الرجالة هيحلقوا شعرهم يحلقوا خالص أو يقصروا براحتهم يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر المحلقين المحلق اللي هو بيشيلها خالص طيب لازم اشيلها بالموس ولا لو معا نعم يا أستاذ أمون طيب لازم اشيلها موس ولا لو معايا ما كان زيره حلقتها تتحسي بحلق تتحسي بحلق الما كان زيره تتحسي بحلق طيب هتحلق شعرك والمرأة تقصر شعرها يبقى انت كده تحللت من العمرة نروح نطلع فاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه الغيب والصفاء هزبط مع حضرتك حاجة بس انه اشترط اثناء الطواف بالبيت بالكعب الوضوء اثناء السعي بين الصفاء والمرأة ما يشترطش الوضوء علشان بس بعض الناس يبقى منفكر ان لازم يكونوا توضعوا انا بسعى بين الصفاء والمرأة لا اهم حاجة في الطواف بس اما السعي بين الصفاء والمرأة لا يشترط فيه الوضوء خلصنا العمرة الرجال حلقوا شعرهم او اثروا لان سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين قيل والمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر للمحلقين قيل والمقصرين يا رسول الله قال اللهم اغفر للمحلقين قيل والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين اكلمك يعني لو فاض معنا وقت في الحلقة هنا او في الحلقة الجاية لان احنا عاملين الحلقة دي مناسك عن فضل مناسك الحج عند ربنا وربنا سبحانه وتعالى كل حاجة بتعملها ثوابها ايه كده تحللنا من العمرة احنا دلوقتي بقى في نص زي القعدة او في واحد زي الحجة فعملنا عمرة المتمتع اللي هو قال اللهم لبيك عمرة متمتع عن بها الى الحج هيتحلل من احرامه ويلبس هدومه عادي ويحط كريم ونحب يجمع اهله مفيش مشكلة ده جائز ويستنى لغاية ما ييجي الاحرام بالحج طب انا افتكرت ابويا كان نفسه يعمل عمرة وما عملش ينفع اعمله عمرة تاني اه ينفع بس هتعمل ايه هتخرج من مكة تروح مسجد التنعيم هناك في مسجد التنعيم تبقى لابس لبس الاحرام تروح مسجد التنعيم تصل ركعتين وترجع على الحرم تعمل عمرة عن ابوك او عن عمك او عن خالك او 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 يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة حلو الكلام حلو الكلام وكذلك المرأة برضو اللي حابة تعمل عمرة تاني وتالت وعاشر لغاية ما يجي المقاد بالحج اللي مقرن اللي قال اللهم لبيك عمرة مقرنا بها الى الحج هيفضل على احرامه مش هيتحلل من احرامه ويفضل مستني حضرتك لغاية ايه ما يجي مناسك الحج يا شيخ احنا واحنا بنسمع مش الشيخ بيعلمنا قالنا ان في حاجة اسمع طواف القدوم وان تحية البيت هي الطواف يعني ما تخشل عند الكعبة فيه محدش يقول لك كان مصال ركعتين تحية المسجد لا ده مش مسجد عادي تحية الطواف طب ما احنا ما عملناش معك طواف القدوم لا يا حبيبي ما هو طواف العمرة اللي احنا عملناه هيحسل طواف عمرة وطواف قدوم تعالى هنا بقى وانت ترتاح تعالى هنا وانا ريحك بدل ما تطوف طواف قدوم واحده وطواف عمرة واحده لا يا جوز ان انت تطوف الطواف اللي هو اول ما بصت شفت الكعبة يبقى طواف قدوم وطواف عمرة ما فيهوش اي حاجة خالصه يعني ما تقلقش يبقى هطوف سبع اشوات بس بنية القدوم وبنية طواف العمرة خلصت عمرتي هيجوز بقى ان انا اجامع اهلي ان انا احلق شعري ان انا اصدافري احط برفان تمام 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 دليل متمتة اما القارن هيفضل اعد كده في حاله يذكر ربنا ويفضل زي ما هو متاح له انه يغتسل يغير ثوب الاحرام لو هو متسخ ويلبس واحد تاني ما فيش مشكلة خالص هحرب بالحج امتى يوم تمانية زي الحج يوم تمانية زي الحج يوم تمانية زي الحج عشان لو انت قاعد في الفندق ومعكش مشرف او معك مشرف مش مركز اوي يوم تمانية زي الحج اللي احنا بنسميه يوم التروية انت قاعد في الفندق هتحرم للحج من قلب الفندق مش لازم تروح التنعيم او تروح الميقات او تطلع برا مك من قلب الفندق هتقول اللهم إني نويت الإحرام بالحج وتلبس ملابس الإحرام بتاعتك وتصلي ركعتين سنة الإحرام يوم تمانية زي الحجة ده من سميه يوم التروية من السنة إنك تروح من يوم تمانية زي الحجة ده من السنة تروح تصلي هناك فجر ضهر عصر مغرب عشا دلوقتي بقى من الصعب إن الرحلات والقوافل الحج تروح مينة قبل عرفة ليه لأن الدنيا بتبقى زحمة وكان العلة من مروح مينة قبل عرفة إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيجمعوا المية علشان يوم عرفة لكن دلوقتي المية معانا طيب دلوقتي هتلاقى أغلب الرحلات وبتروحش مينة قبل الحج باز التحويش اللي حتى دحويش عشان حج بوازه هالي لا ما بازتش عدم المروح قبل مينة لا يفسد الحج ولا ينقص من سواب الحج إطلاقا ومفوش أي مشكلة فهتلاقي أغلب الرحلات بتتحرك يوم تمانية بالليل يطلعوا على جبل عرفة على طول إلا هيروح مينة يقدر يروح يتفضل إلا مش يقدر يروح لا شيء عليه إطلاق هنطلع على جبل عرفة اللي هو يوم عرفة اللي هو يوم تسعة زي الحج جبل عرفة مش منتجع سياحي يعني إيه مش منتجع سياحي يعني في جبل عرفة مش هنقعد بقى نفتكر القصص القديمة ونفتكر مش عارف إيه جبل عرفة هو يوم المرحمة جبل عرفة يوم عرفة هو اليوم المشهود يوم عرفة الدنيا كلها بتنتظره من حج ومن لم يحج يوم عرفة مش يوم أكل وشرب يوم عبادة يوم بلعبد الله تبارك وتعالى فيه من حين أن تطرع الشمس إلى أن تغيب نفضل نعبد ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى أفضل الأدعية يوم عرفة يا الله اكتب خير ما قلته أنا والنبيون من قبل يوم عرفة يعني معنى كده أن يوم عرفة كان يمله وضعه عند النبيين كمان خير ما قلته أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير معك مصحفك معك سبحتك معك أذكارك تعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى وما تزهقش ده يوم في العمر ده ده عمل زي يوم المراجعة النهائية ليه؟ تخيل بقى وانت قاعد في عرفة والدنيا حر والحمامات مش كتير وانت مش عايز تاكل ومشغول شكلك بقى مغبر كده وشعرك منكوش ومش في كامل هندامك رب العزة سبحانه وتعالى يجمع الملائكة اخد بالك أن يوم عرفة هو المنسك الوحيد اللي بيكتمع فيه كل الحجاج محدش بقى يزهق ومحدش يزهق على جنبه ولا حد يتخلم على جنبه ده يوم مرحمة سيدنا النبي يقول ما من يوم الشيطان أصغر فيه من هذا اليوم شطب بقاعد مخنوق مش طيق نفسه من كمية الرحمات اللي رب العزة بيوزحها على عباده فينادي ربنا شبحانه وتعالى الملائكة يا ملائكة تعالوا تعالوا يا ملائكة اللي خلقتكم للطع بس انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم وكفى بالله شهيدة أني قد غفرت لهم ذنوبهم ولو كانت كقطر السماء أو كرمل عالج يعني لو كانت ذنوبهم كتيرا زي قطرات المطر بتاعة السماء أو كانت زي رمل السحرة أنا أشهدكم أني قد غفرت لهم تفضل تعبد ربنا سبحانه وتعالى يوم عرفة في حاجة اسمها خطبة عرفة بيقوم حد كده في بعض الناس بيروحوا مسجد نامرة يحضروا الخطبة بس يخدوا بالكم أني فيه جزء من مسجد نامرة مش داخل عرفة علشان بس تبقوا عارفين واخدين بالكم لأي بعض الناس بيروحوا يقعدوا ما تقعدش في الجزء ده حاول على قد ما تقدر تقعد في الجزء اللي هو تبع جبل عرفات في بعض الناس يقول لك فيه جبل الرحمة بعض الناس يقول لك أنا لازم أطلع جبل الرحمة مش لازم وانت بتدعي تستقبل القبلة مش جبل الرحمة تفضل تدعي ربنا بييجي في ميقات الظهر بيقوم حد يخطب خطبة عرفة اللي هيحضرها في مسجد نامرة ماشي اللي هيقعد في المخيم بتعود الأولى عشان ما انتهش عن بعضنا نفضل قاعدين في المخيم ومعاك شيخ أو واعظ بيطلع يخطب خطبة عرفة بيذكر الناس فيها بمغفرة ربنا بيذكر الناس فيها بالدعاء بيذكر الناس فيها بالعودة إلى الله بيذكر الناس فيها بالتوبة بيذكر الناس فيها بجمال هذا الدين بيذكر الناس فيها بأداء الحقوق بيذكر الناس فيها بالالتزامات بالواجبات بيذكر الناس ان انت أتيت بركن الإسلام الأعظم والحج فما ينفعش ترجع للذنوب والمعاصي بعد ما بيخلص خطبته بيقوم حد يدا للصلاة ويصلي الدهر والعصر جمع تقديم قصر يعني الدهر ركعتين والعصر ركعتين ونقعد نفضل قاعدين نعبد ربنا ونستغفل إلى غروب الشمس لغاية ما الشمس تغرب ويبتدي الحجاش في النفرة النفرة من على جبل عرفات طبعا جبل عرفات الوقوف عليه ممتاد لغاية فجر يوم العيد بس لان احنا ملتزمين بمجموعات فبنبتدي نقف من الصبح لغاية الغروب وكده يتحقق الوقوف على عرفة ومش معنا بقولك انك الوقوف على عرفة تفضل طول ما انت على عرفة واقف يجوز ان انت تجلس ويجوز ان تنام ويجوز ان تبطجع ويجوز ان انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى او تنام نوم كده عادي يجوز بس ما تضعاش الوقت وكله ايه في النوم عايز ايه استاذة مونة بيتواصل مع الستة الفتحية واقفين على العرفة هنبتدي ننزل من على جبل عرفة المغرب بنتحرك من على جبل عرفة بنروح عند حتة اسمها المزدلفة حتة اسمها ايه المزدلفة اللي هي نفرة الحجيج وانت كنت قاعد كده قبل ما ربنا يمون عليك بالحج وشايف بقى الحجيج لبسين ابيض فبيض يا ما شاء الله ونزلين متحركين كده افواج الله اكبر ما شاء الله الرحمة وزعت بقى الرحمة وزعت اللهم انا في هذا اليوم سنكون مثقلون بالذنوب فخفف عنا مثقلون بالذنوب فاغفر لنا مثقلون بالذنوب فتقبلنا مثقلون بالذنوب فلا تردنا مثقلون بالعيوب واقفين على بابك لا يرد من رجاك فلا تردنا يا رب العالمين ادعي 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 وبنروح الحجي مش عشان ندعي على حد ها ما تقولش انا كشفت راسي ودعيت قدامي لحق كعبة لا مفيش ادعي بالهداية ادعي بالرحمة ادعي بالنصر ادعي المصر ادعي لنفسكم ادعي لولادكم ما تدعيش على مرات ابنك ولا جوز بنتك ربنا اهديه ربنا يهديه قدام الكعبة احنا مؤدبين على جبل عرفة احنا مؤدبين احنا بنطلب الرحمة طيب نزلنا روحنا على المزدلفة ايه اللي بنعمله في المزدلفة بنصلي المغرب والعشة مع بعض الاتنين جمع تأخير بنصلي المغرب ثلاث ركعات لان قصر المغرب مبقاش اتنين المغرب في القصر بيبقى ثلاثة وبنصلي العشة ركعتين خلاص بقادان واحد واقامتين يطلع واحد يأذن وبعدين يقيم للمغرب ونصلي المغرب وبعد كده نسلم وبعد كده نصلي العشة ركعتين هنعمل ايه في المزدلفة يا سيدي هنجمع الجمرات اللي احنا هنرميها في ميناء في حاجة في الجمرات اسمها التعجل وفي حاجة اسمها التأخير فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه بنجمع اللي هيتعجل يعني اللي هو هيرمي رجمة العقبة الكبرى ويرمي تاني يوم العيد وثالث يوم العيد هيجمع تسعة واربعين حصان تاخد معاك كده باترومان او ازازة بلاستيك وتعد تسعة واربعين حصايا حصوات صغيرة كده ما تجيبش ده بشتقول ده الشيطان ما طلع عنام ما روح هرجمه لا تسعة واربعين حصايا تعبيهم كده في ازازة وتعمل حسابك ان العدد يكون ازيد ربما تكون انت تلغبط في العدد ربما تلاقي حد ما جمعش الجمار اللي هيتأخر يعني هيرمي رمية العقبة الكبرى لليوم العيد وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم هيجمع سبعين حصاها هيجمع ايه سبعين حصاها طيب هنقعد في مزدلفة لحد امتى اللي عمله سيدنا النبي انه فضل قاعد لغاية الفجر سيدنا النبي فضل قاعد لغاية الفجر احنا بنتحرك بنقول يجوز انك تقعد في مزدلفة لغاية منتصف الليل اللي هو تقريبا الساعة 11.30 او 12 اللي حابب يزود يزود اللي تعب وهيمشي يمشي واحنا مرتبطين ببرنامج خلينا اذكركم تاني احنا مرتبطين ببرنامج الرحلة انا بقول لك هو عشان محدش في بعض الناس يجيب الكتاب الكتب بقى بتاعة زمان وقال لك المبيتوب مزدلفة الى الفجر فييجي الرجل بتاع الحج الرحلة بتاع تقول يلا نتحرك الحج لا يجوز التحرك من المزدلفة بعد منتصف الليل اللي هي ليلة العيد اللي هو يوم تسعى بالليل يجوز ان انا اتحرك 11 ونص 12 حد عايز يكمل يكمل لكن احنا مرتبطين بالبرنامج طب جبت دي منين يا شيخ سرنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للسيدة امه سلمة ان تنصرف قبل الفجر يعني تمشي قبل الفجر قبل الفجر دي بقى ممكن تكون واحدة ممكن تكون اتنين فالعلماء قالوا انه يجوز الانصراف من مزددفة بتحقق مضي اكبر قدر من الليل اللي هو من بعد نص الليل خلاص اتفقنا جمعنا الجمرات الدنيا تمام اللي عملوا سيدنا النبي اللي عملوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى ان احنا هنتحرك من مزددفة نطلع على مينة هنعمل ايه في مينة صلوا على سيدنا النبي لا لا صلوا صلوا يا ربي صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفى لبيك يا الله ما جرت في العيلين شوقا للبيت الدموع لبيك يا الله ما حن الجسد للبيت واراد الرجوع لبيك يا الله ما ان القلب شوقا للبيت من بين الضلوع لبيك اللهم لبيك هنطلع حضرتك من مزددفة على مينة هنعمل ايه في مينة هنوصل قبل الفجر او الفجر هنرمي رمية العقبة الكبرى رمي جمرة العقبة الكبرى اللي هي سبع جمرات هتعمل ايه بقى او انت بترجم هتوقف هتلاقي اه صحن كبير كده له صور نص صور وشاهد هترمي تمسك الجمرة وتقول بسم الله الله اكبر رجما للشيطاني واعواني وتضرب في الشاهد وتتأكد انها نزلت في الصحن لانها لو ما نزلتش في الصحن ما تحسبتش وهنعدها لو ما ضربتش في الشاهد ونزلت في الصحن تحسبت تمام بسم الله الله اكبر رجما للشيطاني واعواني بسم الله الله اكبر ادي واحد وما ترمهمش مرة واحدة اللي يرميهم مرة واحدة تتحسب واحدة بس هتاخد واحدة بسم الله الله اكبر رجما للشيطاني واعواني ادي واحد بسم الله الله اكبر رجمة للشيطان واعوانا ده امتى ده في يوم العيد قبل فجر العيد لو انت وصلت قبل فجر العيد يجوز الرجل او في فجر العيد او لغاية المغرب بتاع يوم العيد طيب امي عيانة مش قادرة ترجم يجوز ان انا ارجم عنها يجوز طب ارجم عن واحد بس ولا ينفع ارجم عن اكتر من واحد يعني امي وعمتي وخالتي والست اللي في جنبنا في القوضة طلع الوحدة ما معاش حد ارجم عنها يجوز بس ترجم عن نفسك الاول بسم الله الله اكبر وبعد ان ترجم عن عمتك وبعد ان ترجم عن خالتك وبعد ان ترجم عن الست اللي كانت جنبكو في القوضة ان شاء الله ترجم عن الحجات كلهم بس ايه كل واحد لوحد خلصنا خلصنا طبعا حضرتك اشتريت السك بتاع الهدي لانك متمتع او كارب فانت ملكش دعوة بعض الناس يقولك ايه لا يا عم مش هنحلق يا سيدي غير بعد الظهر يا عم الاحسن ده هما يمكن لسه مدبحوش احنا ملنا انت ملكش دعوة بمجرد الفجر بتاع يوم العيد يطلع يا باشا لو دبحوا اتبيحة واحدة تعتبر بتاعتك فيجوز ان انت تحلق خلاص انت موضوع الدبح ده انت شلت ايدك من ايه اللي هما السك بتاع الهدي كده انت عملت ايه بقى كده حضرتك رمية الجمار وبعدين اندبح عنك يجوز ان انت تحلق شعرك الراجل يحلق شعره والست تقصر شعرها وده اسمه التحلل الاصغر يعني ايه التحلل الاصغر يعني يجوز ان انا حط برفن ويجوز ان انا حط كريم ويجوز ان انا نلبس الاستيابة المخيد بالنسبة للرجل بس ما ينفعش اجامع اهلي ما ينفعش اجامع اهلي ما ينفعش الزوج عاشر زوجته ممكن يا شيخ بعد وانا في المزدرفة بدل ما اطلع على مينة ممكن اروح مكة بسرعة اعمل طواف الافاضة يجوز طب ازاي مش انت قلت سيدنا النبي رمى الجمار قبل الطواف اه بس سيدنا النبي احدهم سأل يا رسول الله اه نحرته قبل ان احلق فيقول سيدنا النبي افعل ولا حرج يا رسول الله طفت قبل ان ارجو في سيدنا النبي اقوله افعل ولا حرج اي تلات اعمال من الاعمال اللي اربع اللي اقولهم لك دول اللي هم رمي الجمار رمي الجمرة العقبة الكبرى اللي هي بتاعت اول يوم العيد سبع جمرات او الدبح الحلقة او التقصير التوفي البيت اي تلات اعمال تعملهم من دول بالشرط الترتيب يبقى انت تحللت التحلل الاصغر اللي هو يجوز فيه انك تلبس المخيط وتحط برفان وتقص ضافرج والدنيا زي الفل ينفع اروح يا شيخ الاول الكعب اعمل طواف الافاضة وبعدين ارجع على مينة ينفع طيب الحتة اللي فيها ضرب نار الحتة اللي دايما الناس بيختلفوا فيها متى يبدأ موعد الرجم يعني انا دلوقتي روحت هرجم الجمار يجوز رمي الجمار من الساعة 12 بالليل بتاع النهاردة لغاية 12 بالليل بتاعتني يوم وده ما افتى به علماءنا وما افتى به ضر الافتاء تيسيرا على الناس لان بعض الناس يقول لك ايه انا هعمل زي ما سيدنا النبي عمل فبييجي من وقت الزوال اللي هو وقت الظهر لغاية المغرب فتلاقي الناس كلها في الوقت ده عمالة ترجم تلاقي الناس في الوقت ده كلها عمالة ترجم فالدنيا زحمة فيحصل تدافع طيب يعني يجوز يا شيخ ان انا اجي انا رميت جمرة العقبة الكبرى فيجوز ان انا اجي بالليل الساعة 11 ونص وافضل قاعد عند رمية الجمارات الجمارات وارجم الساعة 12 يجوز ما فيش اي مشكلة اول يوم بترجم رجمة العقبة الكبرى سبع جمارات وتقعد تدعي ربنا شبحانه وتعالى تستقبل القلب لها وتدعي ربنا تاني يوم العيد بترمي 21 جمرة 21 جمرة بترميهم ازاي بتبتدي بجمرة العقبة الصغرى هما الجمارات عبارة عن كده معلش هتعبك معايا يا فانتم اللهم صل على رسول الله الجمارات بتبقى عبارة عن ثلاثة وحدات زي دول كده دي الكبرى اللي قريبة من مكة دي الصغرى في اول يوم اللي هو يوم العيد بترجم هنا بس سبع جمارات تاني يوم العيد بترجم هنا بقى من الصغرى بتبتدي بالصغرى سبع جمارات مع كل واحدة بسم الله الله اكبر رجم للشيطان واعوانه خلصت السبعة هنا بتنتقل للوسطى بترجم سبعة بسم الله الله اكبر رجم للشيطان واعوانه خلصت هنا بترجم سبعة بسم الله الله اكبر رجم للشيطان واعوانه كده بقى واحد وعشرين ده في تاني يوم العيد تالت يوم العيد برضو بتعمل الحركة دي ده للمتعجل اللي هيرجم رابع يوم العيد اللي هو هيدن عليه المغرب في ميناء تالت يوم توجب عليه انه يباد في ميناء خلاص حلو الكلام هزبط معك بقى تلات حاجات علشان ايه تبقى انت اللي بيحصل فيهم الخلاف المكوز فيه مزدالفة يجوز اننا اقعد فيه لغاية الفجر وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز اننا انصرف بعد نص الليل يعني الساعة 11 ونص بالليل او الساعة 12 اللي سيدنا النبي عمله انه هو انطلق من مزدالفة الى ميناء يرمي الجمار ويجوز اننا اطلع من ميناء للكعبة اعملتها في الافاضة ده يجوز برضو الحاجة التالتة وقت الرجم عشان الناس بتختلف وقت الرجم يمتد من 12 بالليل ل12 بالليل تاني يوم علشان الزحام خلاص علشان بعض الناس يقولوا ايه ده انت رميت في غير الوقت ده انت حجتك دعت ينهر بيض ونسمع بلبلة حاجة اللي هقولها لك نصيحة الوجه الله انت سمعت مني او سمعت من ضرل الافتاء المصرية بعد اذنك ما تسألش ورانة تاني ولو في زنب علينا احنا ليه لان كل شيخ يقوله طريقة فبتروح تسمع مني تقوم سمع من التاني فالتاني يؤديك الفتوى اللي هي خلاص بتاعت فتلاقي بلبلة في قلب الفوج احنا عمرنا ما هنضلك وهذا ما حججته وهذا ما افعله وهذا ما اعلمه الناس وهذا ما تعلمته وهذا ما تقره دار الافتاء وهذا ما اقره الشيخ السودس نفسه في خطبة عرف السنة اللي فاتت لان الزحام بقى صعب فتاوة تيسير دي احنا ما جبنهاش من عندنا احنا خدنا فتاوة تيسير من سيدنا رسول الله لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم اجاذة لام سلمة ان هي ترجم قبل الفجر يعني قبل المعاد فيجوز طيب حتة المبيت بمينة بقى طيب هناخد شوية اتصالات معا